جزء تاني من فقرتنا لده ما بيكون حوارية مع الأستاذ الكبير والناقض الرئيس الكبير الأستاذ محمد القوصي برحب بيك أستاذ محمد أهلم بيك أهلم بيك محمد الحمد لله ده نورك حبيب ربنا خلي طبعا أحداث كتيرة جدا في الساحر ريارة كروية بشكل عام وناد الأهلي بشكل خاص لكن البداية من ناد الأهلي وعايز أعرف رأي حضرتك في لقاء الأهلي ودجلة أبس رأيي أنا في لقاء الأهلي ودجلة بسم الله الرحمن الرحيم يعني الحقيقة يعني أنا عايز أقول لك أنا عايز عايز حالة استمتاع بالناد الأهلي بسم الله ما شاء الله ولا حول على قوة إلا بالله ربنا أيضا ما نعمل أهلي كده ويمشي بهذا الشكل وهذا المستوى والوضع إن ما شاء الله إن الأمور حتمشي بهذا الشكل إن دي شخصية يعني البعض كانت خاني ممكن ده يعني فيه أحيانا بظاهرة تعمل مطشي كويس ومطشي حلوة ستقول لك أي وجميل وحاجة رائعة وبعد كده ترجع تاني المشترا أما إن كنت تتحافظ على شخصية معينة بنفس التفاصيل فيما يقرب من عشر مباريات دلوقتي فدي حاجة ده دليل على إن الراجل ده عمل شخصية واضحة ومحددة طبعا دي أهلي طول عمره ليه شخصية كروية معروفة يعني لكن عمل شكل للأداء الأهلي للتاكتك في الأهلي للخطط في الأهلي لتحركات لعبة الأهلي أنا الأول مرة يعني شفنا الأهلي كتير واللعب مطشيات كتير جدا وعمل مطشيات تاريخية ومنشيات عظيم بس الأول مرة نستمتع بكورة النادي الأهلي بنشوف كرة جميلة كرة حلوة أداء رائع إمبارح رمضان صبحي وهو طالع يحتفل بالجون فيه سبع وقفين في السيكس ياردر يعني يحتفلوا معاه صح حاجة مش ممكن يعني تخيل فريد أهلي كلها كتجوها السيكس ياردر يعني يعني أوليين جدا ما يجمون فالأهلي بيلعب كرة جميلة كرة مميزة كرة فيها تحركات رائعة الطريقة اللي بيلعب بيها اللي بدأ يلعب بيها بدأت توضحة للناس كلها واللي يقدر يواجه يواجه بقى يتفضل يواجه لما بيلعب أربعة واحد أربعة واحد حاجة يعني بتعمل كسافة هجومية غير عادية ضغط هجومي غير عادي الأهلي أكاد نادرة ما تلاقيش الكرة بين الرجلين اللي عبية مجرد أن الأهلي بيفقد الكرة فورا من الضغط المكسف اللي بيحطل من كل اتجاهات الفرقة الثانية مش عارفة تعمل إيه لأي اللعب اللي معاه الكرة محتار يباصيها فيه لدرجة أنهما كانوا بعض الأوقات بيضيع وقت في التمريرات عشان يحاولوا يطولوا زمن الكرة معاهم على قد نمكان الأهلي بيجيبها بأسرع ما يمكن يعني يعني في الغالب دائما بتلاقي استحواز الأهلي في حدود 60% وقد يصل من بعض الفرق إلى 65% يعني استحواز غير عادي يعني طبعا حاجة جميلة وحاجة مميزة اللعب كلها بتأدي دورها بشكل قوي شكل مميز نتمنى لهم يا رب التوفيق ما شاء الله لعب خمس مباريات خمس انتصارات بأهداف كبيرة جدا معدل تهديفك يكاد يتفوق على تات أهداف في كل ماتش حاجة عالية جدا وحاجة محترمة جدا فرص كتيرة جدا برضو عندك يمكن مهدرة لو سجلت كل فرص الآلي اعتقد المعدل التهديفع بعالي جدا ومعدل التهديفع غير مسبوق يعني في هذا الأمر فطبعا تحية للجهاز الفن وتحية للعبين وحاجة محترمة جدا اشتركوا في القناة